سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أمصتوا فالثواب الحكمي عشرى وبيا رحمان جزى أجرى رد القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرى وبه الرحمن جزى أجرى وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القربي وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القربي وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب قتل قرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرى وبه الرحمن جزى أجرى وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني قتل قرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرى وبه الرحمن جزى أجرى وجمال الصوت وتزينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأنن عند قراءته وقت قرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرى وبه الرحمن جزى أجرى يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن وحفل دي لبات تحفيدك دوستيك عبا بكر وصديق وحسنتك عن قرآن كلم هي لبات ناردي الله أكبر سندك سوداء فيه وحاقالي جهي أفريتهم سندك نوعة لباتن إن شاء الله أدوه الله ينمو إسم السند كان دشجوه نصو سوعته وحالفلها شايل لباتن إلى صدن أرديك وإن قرآن كلم يسعد الله ينمو ما شاء الله مركز حفل دي خير كبدا سوف أقولني وحاير جينينا إن شاء الله وقفك السيد خير إيواناك إيوكالك المو إيوكالك المو إيوكالك السلونية ده المسلمين عمهي ومد بلاهي ودورتي ومد محمد ومد بخير كبدا ده دي بلاهي إنا نقنو وقال لغا في عينه إيوه عبد الرشيد في عنواكو حفز الهيبان سابير إبراهيم معينة محمد ميمونة سعيد مريم عثمان سينب فارح قيلة حسن الهيبان إيوه السمية أحمد عبد الرشيد وكويته من قبض الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون ليغنام وقد بلاني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يذله فلا مذل له ومن يذل فلا هاذي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمد عبده ورسوله ومن أبعد One dark, quiet night as he contemplated on some deep thoughts alone suddenly he felt a strong grip sending him to grasp for error thoughts of survival running through his mind all he could hear was a command that commanded him to read and he said in the most honest way I cannot read but that did not ease the pain or cease the commandment and he was commanded again read and he said in the most honest way I cannot read brothers and sisters in Islam on this night this night was the night the final revelation of Allah descended on the final messenger forever linking the creation to their creator above brothers and sisters this message has enlightened and inspired the world with words of wisdom and practical justice that no other civilization on earth has ever seen before these words have healed have healed the world this is the message that has brought us from our homes here tonight brothers and sisters that message is the Quran تَبَارَكَ اللَّذِ نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيُكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا blessed is he who has revealed the criteria of good and bad that he may be a warner to the people brothers and sisters quite plainly Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the level of restriction of good and bad here that he sent the Quran down to the final messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم that he may be a warner to the people that he may be a messenger to all of mankind tonight tonight if there is anyone out there who is in doubt that a young child born and raised in America can finish the Quran if there is anyone out there who questions or wonders if it is possible to carry or convey the message in America then it can happen and it has brothers and sisters turned to the graduating class of 2010 going back to that first night we describe what the Prophet صلى الله عليه وسلم and Jibril the symbolic of the duksi was established the example was set between muallim and student for years to come although tonight we celebrate our brothers and sisters who have come to this noble accomplishment and even though we celebrate our sons and daughters who have come to this extraordinary accomplishment this is the first step in a long journey and that is the first step in a long journey the duksi and sahabas generation not only played the important role of memorizing the Quran but also acting upon the Quran the Quran became their spiritual guide the world of spiritual no spiritualness brothers and sisters wallahi I swear to Allah subhanahu wa ta'ala the Quran is easy and I justify this with a verse from the Quran and we have made the Quran easy and understandable the first generation of Muslims who are required to follow in their footsteps the noble generation as the Prophet صلى الله عليه وسلم said my generation is the best and those who follow and those who follow the salaf or the first generation indeed took the Quran to a higher level a level where they function with and within the Quran until they became living examples of faith the Quran did not come to be a book of stories or a book of intellectual content or a book of history or literature and even though it contains all of these facets the Quran is a book of life a way dedicated to Allah the Almighty and Allah the Most High conveyed it to them in a gradual manner to be read at intervals and he says وَقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقَرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُرْطٍ وَنَزَّلْنَا وَتَنْزِيلًا and there's a Quran which we have separated by intervals that you may recite it to the people over a period of time and that you may read it progressively this understanding the understanding that the Quran is instruction from Allah and should be acted upon the Quran does not open its doors accepting who accepts it with its spirit the spirit of knowing the spirit of the intent that you have to memorize the Quran the spirit of actually wanting to function upon the Quran and act like the third generation of Sahaba the Sahaba they read the Quran they memorized the Quran they acted upon the Quran they used the Quran as a guide in a world of religious apathy brothers and sisters they read the Quran until they became living examples of faith walking examples of faith it is these kinds of manners and actions that we have come to expect from our noble graduates and others to come inshallah brothers and sisters in past times many generations have come and gone some have made extraordinary accomplishments while others others have made no real contribution to civilization the reason for these ups and downs over the history of Islam is the role that Duxi played in their society as we know the Somali community is 100% Muslim 100 this was the result that the Duxi institution played in our society Duxi was a predominant institution for learning from a young age around 4 the student would enroll in Duxi Duxi played an important role in the child's ethical and moral upbringing building a foundation using the Quran in every society during a tragic crisis every part of society is affected every part of society was damaged in 1991 when the civil war broke out in Somalia every part of society was corrupted except for our Duxi institution left uncorrupted and unchanged the Duxi institution only needs a teacher and space and how hard is that to find the Quran the Quran it helped Somalis and the Somali refugee healing those refugee camps and wallahi the Quran is the only medicine we need during the migration from our beloved country to this western country in 1993 the Somali community came not knowing how they would survive religious wise would they lose their deen would they lose their aqeela fathers and mothers may have conversed how are we going to keep our son a Muslim another family might have said where are we going to send our daughters to learn and memorize the Quran wallahi this was indeed a legitimate concern however the parents is the parents were reassured by some brave young du'at who stood up for the Somali community I call them brave because they dared to wade in to a tide of religious sin a tide of religious apathy and a tide of ignorance they stood up for their religion when the call came they answered and thanks to Allah they took strong strokes into that ocean of sin today as you see this is the result of the du'at that was implemented by the prophet peace be upon him protected by the sahaba and followed by generation after generation and guess what we finally inherited from our forefathers my brothers and sisters teachers and students mothers and fathers and respected guests thanks to Allah our graduating class 2010 has finished the Quran but wallahi remember this was the first step and there are many steps to go the hadith of the prophet says the best among you is he who learns the Quran and teaches it and thanks to our teachers wallahi they put so much time on us thank you teachers graduation is one step in a new journey the first step was memorizing the Quran following that would be acting upon the Quran and brothers and sisters persevere may Allah guide you the road is long and the journey is hard but with the help of Allah you will come to the end of that trail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahalaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamatullahi wabarakatuh بالله من الشيطان الرجيم فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك وعسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صليا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباوكا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أباث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل من الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأمصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزور وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبني سأبى أن يكون مع الساجدين أعون بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاء وادونا ما بعثنا عليكم عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وادا مفعولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شئ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترين الذي حاج إبراهام في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فضهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما قرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جاحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله ما شاء الله ما شاء الله أكثر من جميعا أكبر جميعا أكبر إلا أن ألعاني أكبر جميعا مجرد ويوم تنظر أكبر جميعا موسيقى اشتركوا في القناة 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 ا ملتaría اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفرح بالأحرارات المتبعين بشكل كامل لديهم قناعة هل هل يريد التهجير في الغرف؟ كما تعلمنا Logo نغير كائها عrigية كالي نحن أفرص نجمع رحل النجام بمّاكأ متابعة كالي من الموت والأكالي من الموت هل 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 هم الم موجودة أن تلك الأحرارات التي تستفيد الحياة؟ لأننا نعرف نحن أخي في أهم المشكلة عندما أسجل شخيخ يسف عبد الله عبادلقى بينما نحوزنا نحوز نحوزة الروسيف دون تنظروا أن ما هي حوزة الوصولة من حوزة اليديو مسلمة بنت قائلاً لا تدخلنا حدثه بأنه قال ليس محوز بأن يسجلوا في دون روح خطرنا الحياة نحوزنا نحوزنا سنحوزنا نحوز فقاً ورغباً لهم قد دائم إسرائيش في قبيل المسلمة يقول قبل البسولة اللهم Jacqueline é consumed and they'll starve try and root Solve they laugh at their kid's when they attempt to pray Alright young age and they mess it up they laugh because they don't see it as one of them they go to the mosquito alone and leave their kids with a babysitter early on the relative basically the parents doing their children in their favors when they're younger because they don't see the harm it can be to them when they get older the second problem is that it has to do with the parents living in denial of ويحن نجد أن يكون بشكل صحيح بها. فرصة يحصل على الأحيان بها تلك أصبحت تحقق بها. فرصة الأحيان بها لجد من مجموعة تحقق بها. حسناً لجد من أصبحت تجربة محلقة بها وقته يجب عليها، ويشترون بالنسبة لجدت أن يكون هناك مجموعة تحقق بها وزوجها لجدها. ومدرات والموات والساسيات من المتحدة في نفس الواضع ويشترونها من كل شيء أو التبريب بها يتوقع مع تلك أحيانية الشباب لن توقع عنفها أن يمكن أن تكون عمرها أو الحيات مما فيه الثاني المتحدث والبعض الأسارة تقاني من لغاية الأخلاف أهلاً مهمة جيدة ويسيزمهم أتحدث الحياة وأن يعرف ان يعلم لغة حلقة بعد مدينة تجربان تقرأ ان تحصل لغاية المجرم لكن لا يمكن أن دعوت ان تعيد وفي العام لا يزال عليهم المنصطح أن يكون اللي بحام مجردون أخي البعض الصغير المنصطحين في الناس إلينا نفس الشيء لدينا مثل هذه. otechnي يتكلم حياتي في حياتي، فأصدقاء في تاربقس أو 24 ، والمتاري في صوت على المشاهد الناس والشياء التالي على المشاهد في التلفيديو التلفيديوية تشراسي على ديوبيو providing تلفيديو تلفيديو تلفيديوية يتمكنون في تلفيديو الناس تلفيديوية فقط في تلفيديوية فإن أمور يوم في الجبن سوف يتجدون أجهزة في ديارة ونعمباله فإنهم لا يتشاهدون لفيش ميلاً فإنهم لا يتشاهدون في حيث عمله إلا تتعلمون لأسفلان ولماذا يتجدون بخير كيف يتجدون عن الاجهة في هذا الممارك؟ بعض المدددين يتجدون بحرامة وأنهم يتجدون ان تتجدون عن الموضوع لكن عندما يتم تشاهدون وظهر فإنهم يتم تجدون عن المتميزة يتجدون أن يتجدون شعب على الحياة حتى يترى الابتسليين الإسلام على قرآن وقال في العراق لكي يأتي بكي تسلماذا كيفية تنفوه عن المقرآن وما يتحدث عن المقرآن لكي في أنه كان وتنفوه عن قرآن حتى لا يمكنه من الأشكاية عن شاما ومن المقرآن ممتوه عن المقرآن مغلقت بطريقة لا يعتقد أنه كنا التعلم عن الغيب وما يمكنها أن تطبيقه عن المقرآن Brothers and sisters, these are just some of the problems and challenges we face in our homes both in basic and in memorizing the Quran. You might all be turning to the person next to you right now and saying, this doesn't happen in my home. But let's be honest. We all know what I'm talking about and we need to do something about it soon so we can all live in the ideal Muslim home. السابق Big fact about what is going on in our homes as today. Please press acknowledge the fact that we are Muslims first living in a non-Muslim society. أريد أن أتطلق تكوية في حوال مع المثال، الكتاب خلقتي وزوجتيه من البيت السلاميين نسألقنا نفسي كهسالي منقعة التي يقصدها كمها تعمل على الموضوع أو كم يقصر تذكر كمتبوك الكتابية لتعرقل نقوم بتقرير من لمن المواطنين عن المعتبارات للمساس الأول. أكثر من أولاً لمن المتحدثين من تقرير العارف، من بعض الأحيان أنتم lingات العالمات أخرى. بما سنع getting مشكلة الكتبات المتحدثة من رؤية الأعلوم التي يتم دخلناiki بكквاتنا عليهم فهو أن تقول البقاء عضيات المساسين. رؤية الحقيقة المتحدثة إلى البقاء عاموا في المساسي، تقرير المساسين الذين نقن على مواطنين على المواطنين سنوات العديلة باحتقي الوقت. أفس Sarah poneik مع 지난 ، تخرج على مكتود ودايا ، لم يكن ل staying. من الآن فعنا على الموضع من الموضعات التي يج 종بقات ي Uganda. السلوات الأعجيب التفوق المعارضة في المكان يسولى الفيديو في حدрипتالة ليس لأحضرين دون أنشاء التفوق المادرية. الوصول لبعض Largeoria و رحلهم بقوة Okay now how is it that we watch TV more than we learn Qur'an like Sukha stated before, that the television is turned-on to distract the kids so they don't tear the house apart the TV shouldn't be the babysitter while the parents sit and chat-chat on the phone the Qur'an is where the parents should be distracting the kids with If more parents get that, then maybe there will be more students sitting up here on the podium who finish the Qur'an. For the third question, where do you like to learn your Qur'an? Most kids say that they like to read in their rooms. A quiet environment is better than a loud one for Qur'an. For example, a mother shouldn't tell her child to read the Qur'an while she's talking with a neighbor and laughing. The child won't forget about the ayah, he or she just learned. But instead of talking to a neighbor or on the phone, the mother should try to learn wrong too. This encourages the child to read also because the child looks up to his or her parent. And if the child sees his or her parent doing a thing, then he or she might do the same. For the fourth question, most students say that they learn by themselves or by a parent. This just shows you that the old way of parents teaching their kids is the best. An iPad shouldn't be the child's ma'alin. During the weekday, a parent should. The iPad and computer or any electronic that they are handed to learn their Qur'an can be a distraction. Some students see their children reading the Qur'an. Some parents see their student's child reading the Qur'an while the child might truly be playing a game on the electronic he or she is given to learn the Qur'an. Prophet Muhammad SAW once said, A father teaching his child good manners is better than giving a bushel of grain. Even in Prophet Muhammad's time, the parents teaching their Qur'an was a very important matter. The last question we asked the student was, what do parents ask you to do first, your homework or your Qur'an? Most students answered that their parents tell them to do the homework first. We shouldn't make Qur'an and hereafter a secondary matter right after this dunia. We shouldn't make Qur'an a secondary choice to our children because they tell the child that homework in this materialistic world comes first. And truly it doesn't. So instead of a mother telling her child to do their homework right after they come to school, she should instead tell her son or daughter to read a half a page or a page before and after they come from school. Then after they finish with their Qur'an, the child can then do their homework. Parents should limit the use of electronics in their homes and also limit the religion the primary choice before anything else. Thank you. Responsibility lies within the family. In an ideal family, the relationship between the mother and father is respectful as well as friendly. They show no sign of anger towards each other when the children are pregnant. The communication between the parents ensures that they are understanding and respectful to one another. The ideal Muslim family strongly promotes education, both dini and school education. The kids are taught the Sunnah of the Prophet as well as the basic principles of Islam. The moralization of the Qur'an is very critical in their lives. The parents emphasize that the teaching of Qur'an is to make sure that their children excel in learning the Qur'an to a point of finishing. They don't give up when their children don't want to read the Qur'an but stick with it knowing at the end they will win. Also, the parents spend time with their children and don't distract them with the television. They try to be engaged in their chosen life both in school and at Duxie. Brothers and sisters, the ideal Muslim home or ideal Muslim family is loyal, worships together, teaches good manners, and has a strong view of education. Our goal of getting to be this kind of family is not impossible, but it requires lots of work. And if we try to put that work in, we can all live in the ideal Muslim home. In order to achieve this, we must keep alive in our hearts and mind that it's never too late to change. We are one. But we govern the Qur'an. And accept, esteians is a well-known in the formed section, and do an apostatole that mak pun to higher Polymie Lewis. Ask God whom haveитиated Hissehen and said with a yaz, authorities take their orders to endure the army report, in Shout out to Allah and destroy the dua qu mark THEY command their families non-existent imanimal lesb kilometres إنه غفور شكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله القائل المائل بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة صلى الله عليه وعلى أهل وصحبه السلمة تتلماً كثيراً يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعدت نفسك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بجسر إنسانه ويعلم أن لكل وصول من نصر عليه الصلاة والسلام معجزة يختص بهذه معجز من بين الوسم ليصدقوا قومه وليعلن التوحيد فيهم بالبرانين فكان لموسى عليه السلام معجزة وعسى يوم خرج في قوم بلغوا في السحر ذروته ومنتهاه فأتت عصاية الغفو ما أسمعه فوقع الحق وغطل ما كانوا يعملون قبل وغام إيسى مغلغاً عظيماً في الطب فأتى أينهم إيسى بجبه من الواحد الأحد هبهون أكماء والأبرص ويحب الموتى بإذن الله فوقع الحق من ذحر الباطل وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فبوعة في مغتها مجينة في بيانها خطيرها أكتب الخطباء وسعر وعرق الشعراء فأتى إليهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن سيعون فدوسوا من بيانه وبوتوا من دراءة فصاخته فمستطعوا أن ينكروا ذلك وغم جهودهم حتى يكون كبير من وليد ابن الوغيرة وقد سمع القرآن الفدوس يقول والله فوالعزة إلا له الحلاوة وإلا علىنا الظلاوة وإلا علىه مغفر وإلا أسفله مغفر وإلا أسفله مغفر ولم يعلم ولا يُعنى عليه لا إله إلا الله الحق يعلم والراضي متسفر والحق والحكمية يُسأل ووصل حالة حالة وتمدلت فالله عز وجل لا يتبدل ما تدبره ينتدبره إلا أفق الله كتاب من حقوقي عدل من استمع إلى الاستفاد ويتعظب وعده انتفع كتاب من قراره وعلم الله وعلم الأولين والآخرين كتاب من استنار بنوري يغل الجنة من تغفره وجعله خلف وضريق وغفره على وجهه في النار كتاب من تدبره واخرجه النفاق والشك والريبة من قلبه هو شفاء لما في الصدور ويتوصل هداية فيه أدام الله وصدده ويتوصل مدى من غيره روض الله والله وعلم الله ومجل من الله وما لهم من نكرم يقول الشيخ المسلمين رحمه الله من اعتقد أنه سنتجي جهده ورود الله فعليه لعوة الله والملائقة والناس أجمعين ويقول جل الضبور أفلا يتدبرونها المرأة وعلى أقول من أفقالها والمعنى ما فيما يتدبرون ما في من العيوات ما فيما ينشون مع العيوات القليلات والجواب وانا على المدين فوصلت فلا تسمع ووصلت فلا تنتفع ولو أنها تدبرك لفهمة كلام ربية فاتدد بودة غارية ويقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان معين بغير الله لو يجدوا فيه اختلاف كثير والاختلاف الكثير تجدوا في كتب غير كتاب الله عز وجل أما كتابه فلا يتيب لكن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من قرأه بارك الله عنه وبارك في ولده وبارك في ماله من أرد عنه محظ الله عنه وأزال هيبته وأفنى كابه وصاهرة وجعل معيش توضونك وخشنه من قيام تعمى فلذلك كان على الصلاة والسلام يناجي الناس جميعا لقراءة القرآن والتلذف لتلاوته وما يجوني فيقول صلى الله عليه وسلم إقرأوا القرآن فإنما يأتي له وقال لي أمد شفيعا يا أصحابي قال عزر بن خطا وضع الله عنه يحضراته ونبيه في الطريق قال كيف ترت مكة ويأتيتني قال ويأتي على أفلاني يا مرمي مني قال من هو ذا قال مولا لنا معذيذنا قال عزر تغلتني تولي على مكة مولا قال يا مرمي مني إننا نحر بكتال الله عالم بالفرائد فضلعت عين عمر وقال سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفض وذلك تابع أماما وذلك في آخرين يفعل الله ما يتبعه وتدبره وإذعى الذين عرضوا وعنوا فلم يتدبره ولم ينوه به والعجيب أن تسمع من بعدها ذهما من يكون أخي وإنه حاله والله ما أمرت وإنس تتشر لا إله إلا الله أي نبي إيش وهو لم يمر بكتال يا ستتاشر وهو يردون مجلات بصنفة يومية والمجلات والطيلة والقال والفزعدلات وأنا المجلون والمجلات ألا أهموا لك أن يوم منعتي يوم عظيم يوم يقول الناس الرب العالمين يقول صلى الله عليه وأقول الله عز وجل على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم وقال رسول إن قوموا اتغذوا وعلى الربعان من مجورا والذي الواحد يا عباد الله في القصر ورغم أن يسمينا عامة هي قلة الاتماد الكتالية وأراضع الكتالية والاستغنال رضي بشر والصدور والأراضي من رغم الله وقلة التجهيل حتى في بعد عمة المساجد وقلة الحفظ واتدبر وكثرة المشاعر حتى بين طلبة العملات في الناقلينا لاجل وما يحدث القرآن يوفر بعضه وإذا كلهم واحدنا بحق شيء من القرآن استصعى بالله حتى كأن جمال الدنيا على تعليمه والمعنى حزينة الإسلام وإن السمين وإنه فوالله لا مصر ولا تمكن ولا عز أنها ولا يبان والله مدى طلبناه وإصيناه ان تبير بكل فزي وفضيحة في الدنيا ولا فره فيا يا تغنبت المسلمة يا من أخرج الله من دنياتي النور أقبلوا على بنيتكم وقلوبكم أبناءكم أقبلوا على بتغذيتكم بذكاء الله استرسروا يا رسولكم تدبروا يعيكم بيهرية استردوا يدكم وفوالله وقدم دلونكم ما اعتقدم يا واتخر يحروا يحروا إخذكم على إيمان وعذبوا مليا ودرج جميع أقبلوا القرآن فإن الله يأذركم على دماغته وتدبره ونذر فيه من الله يكتب رحمة وبركة وإداية وعنورة وقلوبكم ونصروركم إيمانا وعقينا وخيرا ودرعة آسر جانس مغلان يعذر فيه ودرج جميع القرآن اللهم معلنا على تلاوة كتابك أنا أنا أتوفر مهار اللهم اجعلنا مما يقع فأبودوا ملا جمعنا معي وصلى الله على لدينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه خطبة من خطبة شيف علي عبد خالق القرن السلام عليكم وحمد الله وبركاته نعم شكرا لك 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 نعم 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 محمد 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سألت محمد محمد بسم الله ب perfil بلنا وبركاته س لحبيبنا نعم بطفق رجل رؤواهن رجل 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 قاله مهم فاتحة رجل 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 قاله المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يرسل السماء المترجم لك وما نحن لك المترجم للقناة المترجم للقناة